اعتمدت الامم المتحدة تجربة البحرين الرائدة في اصلاح السوق العمل وتحديدا مشروع تصريح العمل المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية وذلك ضمن وثائق مؤتمر الهجرة الدولية لصياغة عهد دولي جديد عن المهاجرين والمغتربين ليتم تبنيه في العام 2018 واحتضنا مبنى الامم المتحدة في جينيف ندوة خاصة نظمتها الهيئة والبعثة الدائمة لمملكة البحرين في المقر الأوروبي للأمم المتحدة مصاحبة للمشاورات واستعرضت تجربة البحرين في إيجاد بدائل الأنظمة التقديدية لإدارة السوق العمل تصريح العمل المرن وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم السوق العمل أسامة العبسي مدخلة عن حكومة البحرين في المؤتمر الذي يأتي ضمن حزمة لقاءات دولية حول مواضيع مرتبطة بالهجرة الدولية والمنعقدة في جينيف وتطرق العبسي في مداخلته إلى الحلول التي ابتكرتها المملكة لتنظيم السوق العمل مشيرا إلى النظام المرن الذي تم تطبيقه مؤخرا ويعد فريدا من نوعه في المنطقة حيث يتيح للعمالة الوافدة علاقة مباشرة مع السوق دون حاجة إلى كفيل وقد اعتمدت مداخلة رئيس هيئة تنظيم سوق العمل ضمن وثائق المؤتمر التي تتمحور حول مواضيع مرتبطة بالهجرة الدولية التي تأتي في سياق التحضيرات الجارية لصياغة عهد دولي جديد عن المهاجرين والمغتربين يتم تبنيه في العام 2018 الندوة التي قيمت اليوم قيمت بناء على اقتراح من منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع تجمع المجتمع المدني للمهاجرين الأسيويين كنا عرضنا هذه التجربة قبل أسبوعين في بيروت في اجتماع الأسكوا ولاقت نجاح كبير وقيل لنا في ذلك الوقت أن طرحها على مستوى الأسكوا فقط لا يعطيها حقها فتم الاقتراح أن نقيمها في جنيف في هذا المؤتمر وكذلك سوف تطرح بإذن الله الأسبوع القادم في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفك على أساس أن تقوم الدول المصدرة بدراستها كما تقوم الدول المستوردة للعمالة بدراستها هي تجربة جديدة جدا وليس لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث التعامل مع العمالة الوافدة بأسلوب جديد يرضي الاقتصاد ويحمي حقوق هذه العمالة ويساهم في حرية النمو الاقتصادي والتعاطي مع متغيرات اقتصادية لم تكن تلبيها الأنظمة السابقة مسألة العمالة كانت دائما عرضة لنقاش قد يكون محموم ما بين الدول المصدرة وما بين الدول المستوردة لأول مرة بعد طرح هذه المبادرة وهذا المشروع نرى أن الدول المصدرة مرحبة المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية مرحبة تجمعات المجتمع المدني مرحبة ولكن في نفس الوقت التجار في البحرين مرحبين الفعاليات الاقتصادية مرحبة أن تصل إلى مرحلة أن ترضي مختلف الأطراف وأن يتفقوا عليها هذا يعطينا الإحساس بالثقة بأننا صممنا هذا المشروع تصميما جيدا أخذنا في مختلف الآراء ذات العلاقة والآن سواء محليا أو دوليا هناك إشادة كبيرة وأعجاب كبير بهذه المبادرة ومطالبات بتوسعتها وتعميمها في دول أخرى اليوم طلعنا على تجربة مملكة البحرين في تصريح العمل المرن وهي تجربة الحقيقة رائدة وفيها نوع من أنواع الابتكار الجميل فيها أنها تعالج عدة تحديات في نفس الوقت هناك التحدي المتعلق بالعمالة المخالفة هناك التحدي المتعلق بحاجة أصحاب العمل إلى وجود عمالة تعمل بنظام العمل المؤقت ومتاحة حسب الاحتياج وكذلك يوفر لهذه العمالة الفرصة للحصول على التغطية القانونية فيما يتعلق بالضمان الصحي فيما يتعلق بالتذاكر السفر فالتجربة رائدة وجميلة ونحن نتابع الحقيقة في دولة الإمارات عن قرب حتى نتعلم من أخواننا في البحرين هذه الممارسة الجميلة الحقيقة اليوم هنا كنا على موعد مع حدث جانب قدمة أيضا في إطار الفعاليات المقامة للمؤتمر العالمي المعني بالحجرة البحرين أيضا في هذا الصعيد كانت نموذج متقدم وايد ليس فقط على المنطقة المحيطة بنا في دول مجلس التعاون ولا على المنطقة الأبعد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل هي قدمت نموذج مبتكر الحقيقة من الحلول مع التعامل مع ظاهرة الحقيقة موجودة في كل العالم دون استثناء وهي عملية تحرر العمال والعمال الموجودين الأجانب في البلدان الوافدة لها أنها تعمل فيها وتكون أوضاحة غير صحيحة البحرين قدمت من خلال تحرر هذا القيد عن العمالة الأجنبية وأعطاهم فرصة أيضا أنهم يجدون مصدر رزق وبقاء بصفة قانونية في البلد هذا نموذج متقدم الحقيقة حظيت هذه الفعالية بإشادة كبيرة كل من استمعنا اليوم له الحقيقة أشار إلى هذه التجربة بالبنان وكانت محل ثناء وحظوة كبيرة من الاهتمام وطلب من جملة موقعي لأنه طلب أيضا أن يتم تعميم هذه التجربة والتوسع في إيصالها إلى أوسع مدى ممكن فائدة لخدمة العمل والعمال والهجرة